انا اريد ان ارجع تاني للانتخابات لانه ده يمكن هو ده موضوع اساسي في الفقرة انه هرجع للانتخابات المصريين المقيمين بالخارج دلوقتي اصلا الباب اتفتح يوم الاربع اللي فات سرا كده يعني انا عرفت صدفة ان الصدفة لو انت حد برا مصر لقيت وبعيت لي بيقول لي انه ده احنا مفوض التصويت بدأ النهاردة وهيتقفل السبت مع كل حدك قلت ان الجمعة والسبت اجازة وما شابه ما ادول غاية الحد اللي هو برضو اجازة في اوروبا وبلاد كتيرة معنى كده ايه معنى كده ان المقيمين المقيمين في الخارج مش هيقدروا يصوتوا معنى كده انه 300 الف بس من الكم مليون من الاربعة مليون ولا تنتهة مليون مش هيقدروا يصوتوا يعني ايه معنى ده معنى ايه اولا مش هيقدروا يصوتوا ومش هيمكنوا من التصويت وده بيبطل شرعية الانتخابات في فرق ان انا ما صوتش لاسباب انا مش عايز اروح اصوتوا او مش عايز اروح او مليش نفسي او مش مهتم وفي فرق انه في ظروف قاهرة بتمنعني كذا او في حد يعني تعمد انه يعمل كده عشان يمنعني وده واضح بالأدلة والأدلة التمة الشيء الاخر المصريين كمان عندهم مشكلة يعني اذا كنا احنا هنا دلوقتي مش عارفين بعد بقرة يكون في انتخابات ولا لا فما بالك بناس تانية هو معلن بس هو معلن ان هو المجلس الاعلى اكد اكتر من مرة الانتخابات هتحصل هتحصل في مظاهرات في اعتصامات يوم الاتنين الانتخابات حتى الان هو قرار واضح معنى ان هم يعملون انتخابات لنفسهم يعني انتخابات لا شرعية لها مش معول حد يعمل في انتخابات وما فيش امن ودي قلب به انتخابات الشيء الاخر معظم المصريين في الخارج حتى بدأوا يفكروا احنا كنا فرحانين ان احنا لأول مرة في حياتنا هنحس ان احنا مصريين بجد وبنختار حكومتنا وبنختار كذا لكن المشكلة الوقتي ازاي الناس تختار يعني انا فيه اكتر من حد قال لي ان انا اللي رح تدي الصوت في انتخابات هو كأني بخون الشهد اللي سقطوا في التحرير وكأني بخون مطارب الثورة وكأني بأيد الحكم المجلس الاعلى وبديله الشرعية وخاصة فيه مشكلة اكبر يعني المصريين في الخارج يمكن هنا شعب المصري كله مركز على الانتخابات ومين هينجحوا اخوان ولأ لبرالين وياسالين وغيره هناك بيسألوا وكلنا بنسأل حاجة تانية ايه ايه مثل انتخابات اساسا انتخابات انا بعمل مجلس شعب محترم اولا هو اللي بيشكل الحكومة تانيا هو اللي عنده الصلاحية للرقابة على المؤسسات سواء المجلس اعلى سواء اي حد جايب هو المشرع وهو اللي هيبقى عنده صلاحيات لكن المجلس اللي جاي بالصلاحيات اللي هي كده هيبقى زي مجالس مبارك كلها لا قيمة له وفي نفس الوقت هيدي شرعية المجلس الاعلى وهو فقتها والمشكلة الاخرى هيبقى هو المصد بتاع المجلس الاعلى بمعنى اي مشكلة تحصل مجلس عليه انتو بتكلموني لي اهو مجلس بارلمان بتاعكم روحوا اه كلموه انا مانيش داخل والبرلمان طبعا معندوه الصلاحيات والحكومة مش هتبقى عندها صلاحيات لو لو فضلنا بالشكل ده بغض نظر طيب انا اريد ارجع تاني الانتخابات معلش ان اسف بس لوقتي في العالم كله في انتخابات للمقيمين خارج البلاد للانتخابات البرلمانية بس مش بالمهزلة اللي احنا فيها دي يعني محدش وما فيش واحد عايش في امريكا بقى له عشر سنين بينتخب دايرته بتاعت انبابة ده كوميديا يعني اللي بيبقى فيه لو فيه مبادرة حقيقية للتصويت المسرين في خارج ببقى فيه دايرة مخصصة بقوائمها بمستقلنها بكل حاجة دايرة معينة كده بتبقى للمقيمين في الخارج دا ما تريحش حتى الناس تعملوا يعني يعني ايه انا عايش باقي عشر سنين انتخب عضو بتاع انبابة مثلا بتاع الدرب الاحمر ولا بتاع اي مين يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا بقول لحضرتك باسم الله الرحمن الرحيم الاجابة تونس للاسف للاسف وانا حزين اني بقول دا زي ما كنت حزينهم 25 يناير او 24 يناير ان تونس عملت قبلنا تونس عملت التصرف المحترم اللي المفروض اي حد بيفهم يعمله وده بيخلينا بنسأل هل في مستشارين المجلس الاعلى هل كانوا في مستشارين للحكومة هل معقول كل اللي موجودين معهم كل قراراتهم واستشاراتهم غلط او بمعنى اعملوا اللي انت عاوزين وخلوا الناس وخلوا الدسور وخلوا قانون يخبط دماغه في الحيط المنطقي تونس عملتين اخترت 18 عضو من المقيمين في الخارج بمعنى انه هما مش بس لهم حق التصويت حق الترشع يعني في المانيا في ايطاليا في فرنسا في امريكا في امريكا اللاتينية في اسيا 18 عضو يكون لهم حق المشاركة في الجامعية التأسية وخلي بالكم اولا حق المصري حق التونسة في الخارج تم بالطريقة دي الطريقة المنطقية والتاني حاجة حقهم في البدء بتأسيس دستور اولا بعمل دستور والشعب لو ودي مشكلة المجلس الاعلى الشعب كان مصري كان طالع بروح بعد الثورة يعمل اي حاجة ومستعد يستحمل ويصبر بس يبدأوا صح لو تم البدء بالدستور زي ما عملنا في توليس او بالانتخابات بالطريقة دي كان الامور كلها ميشت بخير لكن هي مشكلة التخبط اللي ليه علاقة بالانتخابات بره ليه علاقة باللي احنا شايفينه بالتخبط يا شماتة سجن تورا فينا والله يعني شماتة سجن تورا كله اعافوا اعافوا يعملوا بيخططوا له من زمن طبعا بعيدا عن الانتخابات انه لما بيكون في بعض الصحفيين جوه ميدان التحرير ده بيبقى بمثابة استفزاز لمشاعر المصرين جوه التحرير هل حرك شوص ده او عندك فكرة عن اللي ممكن يكون بيحصل لصحفيين الاجانب جوه ميدان التحرير هو طبعا لا هو حسب حسب الظروف الجهة لانه في حد بنحس هو احنا موجودين انه فيه ناس بتيجي للأسف مدفوعة يعني انا على سبيل النساء كنت مبارح موجود وبتكلم عن اتنين زماننا لقيت حد بيشتم في البردعي وبنت البردعي والناس الوحشين والثورة فانا بقول له حضرتك مين فطلع لي كرنيه قال لي انا صحفي بصيت في الكنيه لقيت جريدة اسمها مصر اليوم الحرة مش مهم من نبيش مهم اسمي عشان بتقاش منها ملاد عيه لا 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 اسم لهش وجود اسم لهش وجود اه لهش وجود فانا قلت له طب لو سمعت حضرتك قوم من هنا فقلت له انت مزور وانت ميس صحفي نقابة وكذا فمسمعناش عنك قبل كده لا المشكلة ان هو اعترف قال لي افترض من الصحفي درائي بمعنى وقام فورا واتصل بالتليفون وجالنا واحد تاني قاعد على نفس الكرسي بمعنى انه في حد بيتبعت وفي حد بيعمل كذا في ناس بتحاول تعمل تحرشات عشان تصور الميدان ان دول شوية بلطاجية وصيعة وناس بتحرش بالستات الصحفين الاجانب طبعا بطريقة الكوميديا اللي اسمعنا عنها من الامن المصري العظيم اللي ابض على ثلاثة من طلاب الجامعة الامريكية وقال ان دول جايبين بيفجروا بلطوف في ازاز بلاستيك اه بلطوف بس عشان ناسم بلاستيك لو تحط في المادة هيسيحة الشعب المصري بس عشيحة الملطوف قيمته الحقيقية انه بتحط في ازاز عشان لما تريمي تكسر الازاز يولع البلاستيك لو رميتيه ورميتيه مش هامل حاجة بس عشان هيسيحة وهم ولع الفتيك بالضبط فالعملية يعني فيه نوع من التخلف شوية نوع من محاولات نفس طريقة امن الامن الدولي طبعا الجهاز امن الدولي لسه موجود وليسه بتصرف وليسه بتحرك نفس طريقة نظام مباركة اللي موجودة فكرة التحريضة على الاجانب ان دول خوانة ان دول عملة ان دول كذا فهيدي مشكلة الموضوع انتهى ويجب ان نظام مباركة يعترف انه خلاص سقط ويجب المجلس الاعلى يعترف انه فشل في الادارة السياسية ومصر محتاجة محتاجة خلاص يعني بنقول لهم كفاية واحدة كمان بنقول لهم كفاية وبشكرك جدا جدا يا استاذ وليد على وجودك معنا النهاردة وجود لك ان شاء الله الفترة اللي دايب شكرا 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 يا رب لسه مكملين فقراتنا وبعد الفاصل هيكون معنا استاذ ابو العز الحريري عضو مؤسس بحسب التحالف الشعب الاشتراكي تعالوا نشوف بقى ما بين التحرير والعباسية واللي بيحصل والاعتصام اللي عند مجلس الوزراء النهاردة الصبح وسقوط دي كلام عن سقوط قتلى وعشرات من المصابين خلو نعرف تفاصيل بعد الفاصل